اشتركوا في القناة على التزام مجلس الشورى بتوطيد اواصل التعاون مع الحكومة الموقرة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن مشيرا معالي لان المجلس يقدر عاليا مبادرات سمو للعهد بفتح افاق جديدة للعمل المشترك بين السلطتين والتي تأتي ضمن النهج الذي سنه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى تعزيزا لمبدأ الشورى في التعاطي مع مختلف القضايا والفت معالي رئيس مجلس الشورى الى ان ما لمسه واصحاب السعادة اعضاء مجلس او اعضاء المجلس من صاحب السمو الملكي ولي العهد من حنكة واقتدار في طرحه للقضايا ذات الاولوية للمرحلة الرهنة تبين ما يتمتع به سموه من تمكن ورؤية واضحة بما يحافظ على المكتسبات الوطنية المتحققة ويبشر بمزيد من الانجازات على المستويات كافة المترجم للقناة